تمكنت قوات الجيش السوري المدعومة بالدبابات من بسط سيطرتها على حي بابا عمر بمدينة حمص بعد آلان الجيش السوري الحر تنفيذه لانسحاب تكتيكي حملة مداهمات واعتقالات بدأتها القوات السورية في بابا عمر الذي سيطرت عليه عناصر الجيش السوري الحر لما يقرب من شهر وأدت أعمال العنف المستمرة في سوريا إلى مقتل 26 شخصا على الأقل الخميس بينهم 17 في مدينة حمص اقتراب دخول الأزمة السورية في شهرها الثاني عشر ألقى بظلاله على المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان عدد من المدن السورية الذين باتوا يواجهون نقصا ملحوظا في المواد الغذائية كما يقول أحد مواطن مدينة القصيرة هذا الفرن هنا ما في غيره بعد إسا في بيخفز خبز فهذا الفرن أنا إذا بيجي مثلا بدي عشر خبزات بطيني خمس خبزات ليش؟ لأنه لحد الكمية الدقيقة اللي عنده محدود وحتى تجد الأزمة لحلها سبيلة قد يظل هؤلاء السوريون يعانون البرد والجوع